أكد المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب علي المضاف إن الهيئة لديها طاقات شبابية أثبتت جدارتها خلال سنوات الدراسة ويجب على سوق العمل استقطابها جاء ذلك على همش افتتاح المعرض السنوي الثاني للفرص الوظيفية والدراسية بديوان عام الهيئة الجديد بمنطقة شويخ المضاف قال أيضا إن المعرض فرصة لتواصل الطلبة مع قطاعات سوق العمل المختلفة للاطلاع على متطلبات الوظائف إلى جانب الاستفادة من العروض الدراسية والفرص الوظيفية المتوفرة فيها داعيا الطلبة والطالبات للحضور والاستفادة من الجهات المشاركة